اشتركوا في القناة جنود واحدهم بس مصابين انما مطلوب من كل الشعب المصري كل مواطن شريف وطني عفيف يحب تراب هذا الوطن ويحب القيادة السياسية السيد الرئيس عفتاح السيسي لابد جميعا ان نشاركوا وان نكون كلنا جنود في الشرع المصري وان نعتبر نفسنا جبهة ايضا بالداخل الشرع المصري ليس بالحدود المصرية فقط انما الحقيقة المصابين بداخل المستشفى مبسوطين جدا وفرحانين وبيشكروا ربنا على انهم كانوا بيقضوا واجب وطني شريف على الجبهة اما فيما يتعلق بامر الخونة الظلمة العمي وهو الارهاب الاعمى ان شاء الله سنقضي عليه جميعا كلنا ايد بايد وان شاء الله لم يكون ارهاب بمصر لان ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا مصر امنين وليس تدخلوها ارهابيين فالارهابيين ليس لهم محل ولا مكان بيننا والخائن ايضا ليس له مكان في مصر عموما وان شاء الله مصر والدول العربية كلها تكون خالية تماما من الارهاب ونحمد ربنا على النعمة اللي احنا فيها الان اولا بالنسبة للمجلس القومي لشؤون القبائل المصرية هو فعلا دوره دور فعال وهام جدا فيما يتعلق بالحدود المصرية كلها وفيما يتعلق ايضا بداخل مصر بداخل القاهرة والجهزة والمحافظات مصر عموما لان المحافظات كلها فيها اهل القبائل العربية وان شاء الله دور المجلس دور فعال حاليا لهم دور الان شغالين فيه على الحدود مع القوات الامن بالكامل مع الجهات الامنية وتفاعلهم تفاعل وطني ومش محتاج حد يزايد عليهم في وطنيتهم ولا يزايد على احد في وطنيتهم في مصرية يعني هل حضرتك حيكون دور المجلس ان هو فعالية للقبائل القفض ان دخل ملاخ دور المجلس هو دور المجلس كلمة مجلس قومي يعني مجلس خاص بالدولة يخص كل الناس وكل الشعب المصري ليس في حسب المجلس القومي او القبائل العربية المصرية لكن كلنا قبائل كلنا من اهل بعض كلنا شعب واحد كلنا نلتف حول بعض ازاي نكون على ايد واحدة ازاي نكون على قلب رجل واحد زي ما قال صررنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في وفي امتي الى يوم الدين فاحنا في خير وفي نعمة ونحمد رب الله ونحمد ربنا صلى الله عليه وسلم على النعمة اللي احنا فيها الان